تشهد العلاقات العراقية السعودية تطوراً نسبياً تجسدت بالزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين البلدين والتي كان آخرها زيارة وزير التجارة السعودي مازن القصبي برفقة ممثلين عن وزارته وشركات سعودية إلى بغداد هذه الزيارات الدبلوماسية التي كثفت على العراق خلال الأيام الماضية ومن كل الدول العربية والإسلامية والغربية الأوروبية جاءت بعد أن أحقق العراق نصراً وبالتالي أنه نحن نسير اليوم إلى تحقيق النصر النهائي لم يتبقى إلا القليل من تحقيق هذا النصر على الدواعش وفي تحقيق هذا النصر نحتاج إلى البناء والإعمار الدول اليوم تريد أن تستثمر والجانب الاقتصادي جانب مهم لدى هذه الدول يأتي هذا الحراك الدبلوماسي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات العراقية واستعادتها للكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق طبيعة المنطقة بعد الخراب والدمار من حرب داعش تحتاج إلى إعمار ولهذا قد ينفذ وهذا المؤشر الأخطر أنا بتقديري فيه هكذا نوع من العلاقات يعني على مستوى تجاري وتبادل تجاري قد يكون يغلف هذا الحراك تحت هذا العنوان ولكن هي القضية تعتمد على استثمار وإعادة بناء إعمار ما دمرته الحرب وهذا يعني سياسيا أنه من يدفع الأموال يتحكم بالقرار السياسي أو يكون له دخل في الاشتراك بالقرار السياسي من هنا وهناك ويعز محللون زيارات المسؤولين السعوديين لبغداد إلى الانتصارات التي حققتها القوات العراقية مؤخرا إضافة إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي خصوصا التبادل التجاري بعد فتح منفذ عرعر بين البلدين ترجمة نانسي قنقر